هاي اشوفها ريكلام الانتخابات المبكرة ومزايدات سياسية لا اكثر ولا اقل لا يمكن ابدا العودة يمكن العودة ولكن ولكن السياسيين اللي ديرون البلد او خلي نقول الحكومة اللي فشلت في فشلت الحكومة في انجاح عمليتها السياسية حتى لا يقولون الحكومة فشلت ومدى تقدر اضغط رواتب الموظفين عن طريق المبالغ الموجودة في البلد عن طريق بيع النفض لان النفض كان نازل السعر في ذاك الوقت فالحكومة كانوا يعتبروها حكومة فاشلة حتى الحكومة تتخطى هذه المرحلة ولا يقولون الحكومة فاشلة جابت هذه الفكرة حتى ينقذ نفسها مو ينقذ البلد ولا ينقذ الموظفين ولا ينقذ الشريحة الفقيرة لكن هل هذا معناه انه فعلا كلام السيدة جودة أعود له قالت ان المنتفع الوحيد فقط من هذا الموضوع هو المصارف أكيد المصارف عن طريق مزاد العملة عن طريق مزاد العملة هي التي حصلت على الاستفادة الكاملة من ضفع السعر حتى نصحح هذه المسار حتى نصحح مزاد العملة حتى لا يصير تضخم أكثر في البلد نقدر مو بس فقط تي بي آي يعمل في هذا المجال